رحبت سلطنة عمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023 بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق عقب سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وأشهد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحكيمة لسلطنة عمان والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022 وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 82% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وانخفاض مستوى الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68% في 2020 إلى 38% في 2023 كما أشهد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 وشدد على همية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار رؤية عمان 2040 وتشجيع الاستثمارات من قبل الشركاء الأقليميين للحفاظ على وطيرة النمو